انا دايما عارف ومتأكد انه منتخباتنا ولعيبة السكواش بتاعنا دول وحوش بصراحة ينزلوا الملعب المغلق بتاع السكواش ده ويعملوا يعني اللي ما تعملش من زمان من ايام احمد برادة صديق العزيز وحيشني ابو حميد انا عرف برادة من زمان قوي مهم برادة والاجيال اللي جات بعد كده بعد برادة احنا بنتكلم على انه فعلا تحسوا كأن اللعبة دي بتاعت مصر اللعيبة بتوعنا فعلا ابطال عالم فتلاقي ان منتخب مصر المنتخب جاي ببطولة كاس العالم لسكواش تبتتكلم على ولاد وبنات زي الفل زي الفل رجاء بص شايف عال زي السكر بصراحة حاجة تفرح وتشرف وجايين بكاس عالم وحاجة عظيمة جدا وانا احب انه في الحاجات اللي زي كده احنا بنتكلم على بطولة كاس عالم يا جماعة يعني لازم لازم نحتفي جدا بهؤلاء الابطال لازم جدا نحتفل بيهم وعجبني قوي الاستقبال الجميل اللي اتعمل لهم في مطار القاهرة كان استقبال جميل ورائع ومشرف جدا جدا والناس هناك في المطار الحقيقة بصراحة انا عجبني اللي حصل ده قوي الناس يدوب الطيارة نزلت والولاد دخلوا على الصالة فورا لقينا قدارة المطار مجهزة لهم الورود واستقبال جميل وشغل حاجة عظم على عظم كانت حاجة تشرف يعني احنا بأظن معانا صور كمان للاستقبال بتاعهم في المطار استقبال حلو ومشرف وجميل وشياكة ومش عافظة كان معانا الصور ولا لأ انطلاها يعني لكن اقدر اقول لكم اولا انا عايز اشكر فعلا القائمين على المطار القاهرة في استقبالهم المشرف واحتفاؤهم الرائع والراقي ببطولة كاس العالم او بابطال كاس العالم لسكواش في منتخابنا المصري وبشكر جدا الولادة اللي رجعونا ببطولة العالم الله ينور الله ينور برافو وهنكمل كده طول عمرنا في السكواش بإذن الله نبقى أبطال العالم وفي بقية الرياضات احنا قدها وقدود